افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدن اجتماعات الطاولة المستديرة رافعة المستوى بين الحكومة اليمنية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة وألقى رئيس الوزراء كلمة عبر في مستهلها عن سعادته في افتتاح هذا الحوار والنقاش رفيع المستوى لمناقشة أولويات الدعم التنموي والإنساني في اليمن وتعزيز جوانب الشراكة في التنمية والموازن بين العمل اللغاتي والإنساني في إطار التحضير لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام القادم معربا عن امتنان الحكومة والشعب اليمني لما قامت به وتقوم به منظمات ووكالات الأمم المتحدة وممثلها المقيمين في اليمن لمعالجة الأزمة الإنسانية المتردية في جميع المناطق ومنها المدن والقرى اليمنية في ظل هذه الظروف الصعبة منوها بجهود الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن في التحول التدريجي من الدعم الإنساني إلى الدعم التنموي من جهتها أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن منسق الشؤون الإنسانية ديفت غرسلي أهمية التعاون المشترك القائم بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة اشتركوا في القناة